ماذا قال سامي أمصان بعد المباراة يا أبو حميد؟ خبرات اللعيبة دايما بنحاول نطلع عند كل اللاقة في كل المباريات فقال أنا بذكر اللعيبة على الأداوة المجهود رغم زي ما نقول تضيط الوقت المعارضة يمكن كان عندنا فكرة نحاول مختلف يعني عن المباراة الماضية لأن احنا كل المباراة بناخدها بفكرة مختلف بناءنا على المنافس وبناء على الجاهزية بتاعة الأوراق المتحدة المزبلنا يمكن استبعدنا علي معلوم حرصا على راحته رغم أن كان موجود في المعقر المغلق ولكن احنا استبعدنا علشان يكون فيه راحت عليه استبعيد بيأخذ على طول أنية للصفحة ونركز فيه المباراة القادمة علينا أن احنا نبقى مستعدين لكل المباريات حتى صورة على موضوع المدير الثاني اللي نتحت عمر النادي الآلي العيبة مركزة وكجهاز فاني ما بننركزش أو ما بنزغل قبالنا بأي حل بأمر بيخص الإبارة نحن أسلين على مسكنا ونشتغل سعيد بردودة على الجماهير النادي الآلي وتحقيق الجمهور النادي الآلي في النهاية احنا عندنا أهداف بنحاول نحاول نحاولها وبيهمنا حظ كل النقاط في الفترة القادمة سواء في كاف مصر أو في دوري العام فيمكن يمكن ثم ينصر تصريحاته منطقية جدا 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 يمكن بكل حال من الأحوال فيه في مصر يبقى لكن هو يعني بيعمل اللي عليه نفس الكلام كانت مساعدة عبدالفافيز للمدير القورة يمكن تتصل حال سريعا يمكن حق لك ما كلمشه مع قناة المدير قال هو سعيد الأداء وسعيد بتحقيق الفوز قال لك بنعاني من ضغط المباريات يعني ممكن احنا أكثر مادي بنعاني من ضغط المباريات ولكن احنا في كل حال من الأحوال بنعمل اللي علينا بنحاول على طول يبقى تبكيرنا في كل مباريات فقط لأهير قال بنعاني من ضغط المباريات ولكن احنا دايما عندنا الترتيب فقط على الثلاثة نقاط بجمع عبار فبيقول إن احنا في كل حال من الأحوال حقنا المراب تتبنى فريكي بير زي اترمد رغم الغيابات والارهاق والإصابات وصدنا الحمد لله اللي هي الدور قبل النهائي لأهيرانية للصفحة لأهيراني من ضغط المباريات وإننا مع فريكي بير عنده خط مقاوي يعني يعني بيكلم على فريكي سموحة فاحنا بناخد كل مباراة على حدة بدون ما نشغل بالنا بالمنافس بنستعادل المنافس على حدنا بشكل واضح هو برضو كافة سرعة بحفظ شكر اللي عيزة والمباراة وانتأتي عن السلام نركز اللي جاي وكونوا متفقدين جمهور الآليم في الشكل